في المعبدة اي منظر قدام الاله هتلجأ بيديك ايه انا اديك القوة انا اديك الخير انا اديك الحكم والملك دائما بيدل معت ده بيقولك انا انا بحكم معت بالنسبة للجماعة العبادة برضو انا ممكن نعمل اليوم لتتكلم عن العبادة يقولك ايه الاله ديفه الشعر الحج يقولك ايه الفرق بين الديانة المصرية الخديمة والديانة البوزية الديانة المصرية كل القرابين التي تقدم يستفاد منها لماذا؟ المعبد فيه ناس شغالة فيه ناس جاية ترافيلات تمام؟ يقدمونهم أكل وشرف فأي حاجة جاية ندور ندر يعني كل ده جاي للمعبد الناس بتشتفيد منها الديانة البوزيغ يجيب القربان ويحطه قدام التمثال يخد له ثلاث أربحت أيام يعفن وروح رميه هنا الآلهة مش عايزة تاكل وتشرف هي الآلهة عايزة الناس تتبسط فأهم حاجة الملك يقول لهم إيه نحن نحكم بالعدل يقول لك إيه؟ البشر يتغزون ويأكلون ويشربون الحاجات العادية الآلهة تتغزع العدالة الآلهة ترضى على الناس اللي في الأرض لما يكون في عدل نظام دي حادة عالية يعني تضر في السكف مع ال ترجمة نانسي قنقر